قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياهو إنه إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب فسيكون قد ارتكب خطأ حياته وأضاف نتنياهو خلال زيارة تفقدية لاستعدادات الجيش عند الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان أضاف أن دخول الحزب في حرب يعني الدمار له ولبنان لا أعرف ما إذا كان حزب الله قد قرر دخول الحرب لكن إذا قرر الدخول فسوف يشتاق لما كان في حرب لبنان الثانية وسيكون قد ارتكب خطأ حياته سنوجه له ضربات بقوة لا يستطيع حتى أن يتخيلها ما يعني الدمار لحزب الله ولبنان ونحن مستعدون لكل سيناريو